موسيقى بالنسبة للموضوع هذه المدخلة حاولنا نبينه بأن الجهة السوسمسة تملك لائحة مكتملة من أنواع التراث منها التراث الأركيولوجي المقبل التاريخ والتراث الأثاري التاريخي الذي يشمل البناية المدنية والتحصينات وكذلك البنايات الدينية وتراث لا مدي يقتصر على ألوان متعددة من الموسيقى والرقصات وكذلك تقاليد عريقة في الطبخ وفي اقتصام مياه الري بالواحد اخترنا والتمناط لأنه يشمل كل هذه العناصر في مجال جغرافي ضيق غرب جهة السوسمسة ويمكن أن يصبح منتزها تقافيا يخدموا اقتصاد المحلي من جهة واستثمار تقافي اجتماعي يساهم في تأصيل الهوية ويساهم أيضا في رفع من مستوى الموارد الترابية بجماعة أغرد وفم الحسن وكخطوة أولى يمكن أن ندرجه فيما بعد في عداد تراث العالمي وهذا طبعا سيكون عنصر مهم جدا في التعريف بالجهة الجهة السوسمسة تشمل تقريبا طولة التورة الأركيولوجية الوطنية وهذا طبعا يضعها في مرتبة مهمة جدا ولذلك يجب مضاعفة الجهودات من أجل الحفاظ على ما تم اكتشافه وأيضا توسيع تحريات الميدانية لأن الجهة ما زالت تختزينه مفاجأات عديدة على مستوى آثار خصوص الفنون الصخرية القديمة ندور كل الفاعلين في أمور الاهتمام بالتورة سواء المادي أو المادي وكذلك وزارة التقافة فيما يخص البحث الآثاري متعدد تخصوصات اشتركوا في القناة